وحن سيبدو أن أتحرككم مع موجز الأهم وآخر على الأنباء بصحب الزملة ندينة شرف تفضل أيدي شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور وتطلع إلى العملية على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات واخذ لقائه مع وزيرة الخارجية سلفادور ألكزاندرا هيل على هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة أكد عبد العاطي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين واتفق الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنصيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي في دوء تقارب وجهة النظر بين البلدين بشأنها التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون مصرين بالخارج بدر عبد العاطي بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أشهد اللقاء التأكيد على العلاقات الثنائية الوطيدة التي يشهدها البلدان وهما يحتفلان هذا العام بمرور سبعين عاما على العلاقات استعرض الاجتماع جهود مصر نحو الوقف الفوري للعضوان الإسرائيلي على قطاع غزة فضلا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية كما تم تناول أيضا عدد من الأزمات بما في ذلك على الصعيد السودان والتصعيد ضد لبنان شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الوزارة الخارجية العرب والذين عقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد عبد العاطي ضرورة مواصلة التصدي لسياسات الإسرائيلية الهادفة لمانع إقامة الدولة الفلسطينية مشددا على مواصلة مصر جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية كما أكد رفض مصر القاطع لأية سنيريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو شرعانة وتوسيع البؤر الاستطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع هذا وأكد الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على تضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا والإدانة الشديدة للعضوان الإسرائيلي المتصاعد عليها وحمل الوزراء إسرائي المسؤولية هذا التصاعد الخطير محذرين من تدعيات العضوان بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها واتفق الاجتماع على التنصيق مع المجموعة الإسلامية للدعوة بشكل واضح لوقف العضوان الإسرائيلي بشكل ثوري أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف مطار مجيد للعسكري الإسرائيلي في عفولة بصواريخ فادي 2-3 مرات متتالية وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حزب الله قصف أيضا قاعدة عاموس القاعدة الرئيسية للنقل والدعم الليجستي للمنطقة الشمالية بصواريخ فادي 1 كما أعلن الحزب قصف قاعدة مطار مات ديفيد بصواريخ فادي 2 وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة ارتفعت حصيلة العضوان الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 492 قطيلا وأكثر من 1600 جريح وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صدقت بشكل عاجل على أعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء إسرائيل وأوضحت الهيئة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا على أن يستمر لمدة أسبوع تجه الألاف من سكان دولة جنوب السودان أثار الفيضانات غير المسبوقة التي أعقبت هطول أمطار غزيرة على البلاد حيث انقطعت الطرق وانقطعت الضروريات اليومية بثبب الكارثة وأدت الفيضانات إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان في مقاطعة اللير بعد أن غمرت المياه منازلهم إضافة إلى قطع الطرق التي تربط أجزاء من دولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر